حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أرطات يعني ابن المنذر حدثنا ضمرة بن حبيب قال حدثنا سلمة بن نوفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذ قال له قائل يا رسول الله هل أتيت بطعمين من السماء قال نعم قال وبماذا قال بمسخنة قال فهل كان فيها فضل عنك قال نعم قال فما فعل به قال رفع وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لبث فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلا بل تلبثون حتى تقول متى وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا وبين يدي الساعة موتن شديد وبعده سنوات الزلازل حان الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان عن الولدي بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نوفيل أن سلمة بن نوفيل أخبرهم أنه آتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني سأمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أو زارها قلت لا قتال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الآن جاء القتال لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الناس يرفع الله قلوب أقوامين فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك ألا إن عقر دار المؤمنين الشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة